بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة بنتكلم على الاناتومي والهستولوجي أوف سبريم يا ترى ايه هي الفونكشن بتاعة الاسبريم اول حاجة في الفيتس يعني الواحد هو وجدين في بطن ممته هو هيموبياتيك أورجن بيعمل السينسيسيس اللي هو البلاتس واحنا عايشين بيبقى ممتعي بيبقى واحدة منها تتعلق بالي بلاتس والتانية تتعلق بالريب بلاتس اللي بتتعلق بالي بلاتس اللي بتتعلق بالي بلاتس إمينولوجيكال فونكشن سواء تي أو بي من فوس عيد اما اللي بتتعلق بالبلات بيعمل فلتراشن وستورج وبذلك في الانيما ممكن نعمل استورج اللي كان من الدم في الاسبريم ممكن يوصل لغاية 200 لغاية 300cc كيبك سنتيمتر وبيعمل الموور للأود ريب بلاتس إيبقى هيموبوىوتك أورجن في الفيتس استورجي للبلات بيعمل الموور للأود ريب بلاتسس ولي المموورجيكال فونكشن سواء بي أو تي لو قايم نبص على الاناتم بتاع الاسبلين الكود نمبر بتاع الاسبلين 1-3-5-7-9-11 نوقود في الليف تا-hypochondrium الديمنش هم بتاعتو 1-3-5 The thickness في ال-breads في ال-length السنك بتاعو inch ال-inch هو عبارة عن 2.6 سنتي ال-inch هي عبارة عن بوسة 2.6 سنتي والعرض بتاعو ال-breads بتاعو about 3 inches والتول بتاعو 5 inches 1-3-5 1 يباً ثقنس 1 inch ال-breads 2 inches ال-breads 3 inches ال-length 5 inches الوزن بتاعو 7 oz 1 oz يعني ويقع ودي تقريباً تعدل حوالي 2-25 دوراهم يعني أعلى من ربع كيلو تقريباً 9-11 يعني ممكن يكتبوها medial end و lateral end يعني ممكن ناس يكتبوها anterior و posterior وممكن بعض ناس يكتبوها lateral و medial end وال-surface التانية اللي فيس ينقريبس بس مبسو بالدفليم اسمو Daphragmatic surface وعندي تلات اتنينين 2 ends anterior-posterior 2 border upper-lower 2 surfaces visceral و Daphragmatic surface يباً 2 ends أو ال-end الأولانية دي اسمها ال-anterior end جاء عليها بتوصل لغاية mid-axillary line البosterior end بتبقى tapering تبعد عن المدلية مسافة أربعة سمتي one and a half inches يعني أربعة سمتي upper border بيبقى thin و sharp بيتميز بgood notch أو notches lower border بيبقى thick rounded عندي 2 surfaces visceral و Daphragmatic ال-Daphragmatic اللي فيس ينقى ال-dayaframe ال-dayaframe فاستو عنا ربس رقم تسع عشرة حتو عشر وي ال-dayaframe فاستو عنا ال-lung وال-plural visceral surface related لأربع حاجات أدي رسمة أدي ال-splein وأدي ال-اربع حاجات نمرة واحد أدي ال-stomach ال-stomach تبقى عودة فوق ال-highlam ده ال-highlam بتاع ال-splein highlam اللي بيع عن طريقه المتخد اللي عن طريقه يدخل ال-artery وال-veen the splenic artery والbranchis بتاعته وال-tributoris بتاعت ال-spleenic vein فوق ال-highlam بلاي في الانطباع بتاع ال-stomach يبقى gastric impression هي ال-stomach مرسومة بس يشعف فيه فوق ال-highlam gastric impression تحت ال-highlam بيبقى renal impression عند ال-highlam بيبقى renal impression يبقى تحت ال-highlam بيبقى renal impression فوق ال-highlam gastric impression تحت ال-highlam renal impression عند ال-anterior end of the highlam اللي عندي the tail of pancreas or pancreas the tail of pancreas عند ال-most anterior end اللي يلحب تجي left colic flexure أربع حاجات gastric فوق ال-highlam renal تحت ال-highlam عند ال-anterior end of the highlam tail of pancreas عند ال-most anterior end left colic flexure التانية يجيب تحت ال-highlam يبقى فوق ال-highlam gastric impression تحت ال-highlam renal impression عند ال-anterior end of the highlam tail of pancreas عند ال-most anterior end left colic flexure ال-peritoneal covering ال-spline completely covered with peritoneum ويبقى related to peritoneal folds والتالت بيعملوا support يبقى هو completely covered with peritoneum لتو peritoneal fold واحد اسمه gastrosplenic بعد ما الطبقتين بتوع بيحطوا ال-spline بيبقى فيه fold تاني اسمه lino renal lino يعني kidney lino يعني spleen renal يعني kidney lino renal يبقى gastrosplenic بين ال-astomac وال-spline والتاني ال-lino renal بين ال-spline وال-kidney gastrosplenic وال-lino renal gastrosplenic طلع من الجري ترك الفيتشر بتاع السمك ووصل لغاية ال-highlam بتاع السمك بيحتوي عليه الفيسل اللي طالعها كان الجاي من ال-splenic artery ووصل لغاية السمك اسمه short gastric ولفت جسر وإبيبلايك كالمعتاد شوية التحبيش اللي دائما موجودة فأي بريتونية fold ألاقي length vessel ولنف نوز ألاقي autonomic fiber extra بريتونية الفات واكسيسوري سبلانيون إيه اكسيسوري سبلانيون ال-spline أصله في الإمبريولجي بتكون من واحدة 8-spline بيلحمه مع بعض يوم يعملوا ال-spline علشان كده فيه notch بيبقى موجود عشان اللحمة مش perfect ساعته لاقي فيه اكسيسوري سبلانيونز بتبقى موجودة زي موجودة في الصورة هنا منها بتبقى موجودة في المنتقى دي الكلام ده مهم ليه علشان لواني شلت ال-spline في عملية جراحية لازم أدور على ال-spline لان ال-spline دي هتتضخم وتعمل ال-spline يبقى باختصار يبقى ال-gastro-spline بيحتوي عليه ال-vistels اسمه short gastric و-left gastro-epic-like short gastric و-left gastro-epic-like بعد كده lymph node, lymph vessels, autonomic fiber, extra-partumial fat, accessory spleen تاني فولد اسمه lyeno renal طالع من الخيلة من غير الكتني ده بيحتوي عليه بيحتوي عليه بيحتوي على ال-tale opencreas و-splineic artery يبقى أنا عندي هوق ال-artery ده المشارشار ده اللي بيبقى ماشي فوق ال-spline اسمه splineic artery و-tale opencreas بعد كده الحاجات بقى اللي حواشي والفلفل والشاطة يعني lymph vessels, lymph vessels, autonomic fiber, extra-partumial fat ده حواشي في الفلفل والشاطة دائما موجودة في أي بريتونية الفولد lymph nodes, lymph vessels, autonomic fiber, extra-partumial fat لكن هنا بيحتوي المهمة أو وال-splineic artery والتير opencreas فيه فولد تالك بس ده مش attached to the spleen ده بيعمل support to the spleen اسمه Phrenicocolic طالع من Lift Collic Flecture ووصل ال-day frame فاسمه Phrenicocolic Phrenicoo يعني di-frame colic يعني كون طالع من الكون لل-day frame وبيعمل support to the spleen مهم جدا لان ال-spline لما بيبتدي يكبر بيلاقي الفولد ده موجود فال-spline ما بيتباعش عجلة الجزة بالأرضية ما بيكبرش ينزل نحية الشمال بيمشي نحية ال-day frame ليه بيمشي نحية ال-day frame علشان الفرينيكوكوليكليجامل فرينيكوكوليكليجامل ده بيخليه لما بيكبر يحصل ال-day frame تجي نحية ال-day frame ال-plug supply بتاع الكرياس طالع من Celiac trunk Celiac trunk ده artery محترم طالع من الأورد اسمه splenic artery ال-splenic artery ماشي ال-upper border بتاع البادي والبانكرياس يجي عند ال-splenium اسم لخمسة ستة terminal branches دول end arteries يعني لو واحد يوم متقفل الحتة دي تموت في ال-splenium بسموع infarction يبقى ال-blug supply splenic artery واخد tortuous course يعني ملوله ال-upper border بتاع البادي والبانكرياس ال-venous drainage splenic vein ده بيعدي behind البادي والبانكرياس وبيتحد مع ال-superior mesentric vein اللي هو ده بيعمله vein اسمه portal vein بسيليك ال-displenic artery اما ال-splenic vein اتحد مع ال-superior mesentric vein وعمله اسمه portal vein الطبيعي ان انا ما بحشش ال-splenic ولو حسيت ال-splenic وانا بعمل palpation العيان ده معناه ان ال-splenic على الاقل حصل ال-enlargement 3 times الضخم 3 اضعافها بالطبيعة علشان بس احس ال-splenic وعلشان ال-splenic ما يتلعبتش بالنسبة لي مع الكادنيا وغيرها لما انا بعمل examination للأبدومين لازم احس ان فيه notch or notches وجود notch or notches يبدأ spleen لو ما حسستش الكلام ده احتمال كبير تطلع كادنيا ما تطلعش spleen الاستورج بتاع ال-splenic very simple هو عبارة عن stroma هيكل وبرانكيما الاسترومة دي عبارة عن ايه؟ نمرة واحد كابسول ده connective tissue containing smooth muscle fiber ايه من نمرة واحد كابسول اتنين terapiculi يبقى الكابسول بعد الترابيكل دي connective tissue contain smooth muscle capsule بس الكابسول كانت تخين والترابيكل لي أرفع شوية وشوية reticular fibers يبقى الهيكل الموجود يبقى الحقيقة البرانكيما اللي هنشوفها جي حقيقة ال-splen بس بدون الهيكل مش هيبقى موجود لازم يبقى فيه عمدان للبيت قبل ما حط البرانكيما stroma يعني الهيكل كابسول وترابيكل ورتicular fibers طب والبرانكيما بتاعش عبراني لون أبيض ولون أحمر white pulp red pulp white pulp دي لي علاقة بالimmune function immunity beauty cell immune الـ red pulp دي لي علاقة بال red blood function اللي هو بتشيل اللي هو old defective red blood corpuscle وتعمل storage red blood corpuscles يبقى red pulp اسمه كدا لاني لي لونه أحمر بيشتغل مع red blood cells يعملها removal و destruction لل old red blood cells و storage لل red blood corpuscles أما الـ white pulp يبيو T-cell يهبيو T-cell function الـ white pulp بيج عبراني three zones أول زون اسمه اللي هو المنا قددد عالخفيف ده اللي هو peri arteriolar بري arteriolar lymphoid sheath بري arteriolar lymphoid sheath سميتو كدا قويس لاني associated قويس حوالي الـ arteriolar عشكدا سميتو بري بري يعني حواله ده بيحتوي على T-lymphocyte T دي اختصار كلمة thymus thymus ديبقى لي علاقة بال T-lymphocyte دي اسمه peri arteriolar يعني حوالين الـ arteriolar lymphoid sheath اثنين ألاقي في عندي lymphoid follicles اللي هي جي اللي هي مدورة جي اللي هي مدورة جي يعلاقة لها بال P-lymphocyte يبقى عندي T و P-lymphocyte T-peri arteriolar اللي هو thymus من الدنيا أما اللي يبقى اللي هي علاقة بال P-lymphocyte في زون اللي هو المناقة الدوتد على تخين تبقى marginal zone المarginal zone ده موجود بين white pulp و red pulp المarginal zone ده في الزون ده T-lymphocyte تحيق اللي مكانها اللي هو الperi arteriolar lymphoid cheese وال P-lymphocyte تحيق اللي مكانها اللي هو lymphoid follicle يبقى عالش كده بسميته marginal zone هو الزون ده المargin اللي هو الحد ال P-lymphocyte هتعرف مكانها فين و T-lymphocyte هتعرف مكانها فين يبقى دي تركيبة white pulp طب و red pulp ال red pulp باختصار شديد جدا اللي عبارة عن sinusoid و ال red pulp عبارة عن sinusoid و splenic cords sinusoid ال sinusoid اللي موجودة هنا زي ما احنا شايفين هي عبارة عن irregular channel مش منظمة خالص فيها fenestration مفيش فيها continuous basement brain و بتلاقي حوالها في macrophages و بلاقي في عندي cords موجودة اسمها splenic cords يبقى عندي هنا splenic cords وعندي blood sinusoid يبقى ال splenic circulation مشش زي بعن عندي artery كان اسمو splenic artery بين اسمها into five or six terminal branches بتبتدي يتمشي في الترابيكلية بقى كانت ناشى على الكابسول ومشيت في الترابيكلية سميت الترابيكلية artery بعدين يبتدي تمشي بقى اسمها central arteriule والcentral arteriule اللي موجود عندي هنا ابتدي تعملي حاجة اسمها penicillar arteriule والpenicillar arteriule بتتجمع في صورة sinusoid الترابيكلية وترجع مرة ثانية للفين يبقى عندي splenic artery إده الترابيكلية إده central arteriule بيدخل الحتة بتاعة الwhite part يمشي في المرجم بتاعة الwhite part وبعدين بيهن اسم penicillar penicillar كما كلمت اللي هو spleen penicillar يعني penicillar arteriule تجي sinusoid السينسويد جمع في صورة ترجع للفين مرة ثانية يبقى lsplenic artery بيدخل بيدخل penicillar artery اللي هو الكورد ومن الكورد رجعت للسينسويد يبقى كده بقت أطول شوية اسمها open circulation أيها بنا نحن نفهم من الكرام ده اللقاء في لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته